تحياتنا لكم جميعا صباح الخير من جديد على غرار سور الأسبكية في القاهرة وعلى غرار شارع المتنبي في بغداد هناك ما يسمى بأسبكية عمان هذا المشروع وهذا خلينا نقول الملتقى الإبداعي اللي له علاقة بترويج أو بجعل الكتاب متاح للجميع من خلال بيع الكتب النادرة والمستعملة في مشروع أسبكية عمان اللي اليوم رح نحكي عنه بالتفصيل مع الصحفي والشاعر والناطق الإعلامي باسم أيضا الأسبكية أسبكية عمان الأستاذ غازي أديبي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح نور يعني خلينا نقول عن صباح الخير إليك يا أستاذ غازي أنا حابة نتعرف من خلالك أول شي على فكرة الأسبكية يعني هذا المسمى هو محاكة بجوز لمشاريع عربية كانت ولا زالت قائمة باللي بيع وتداول الكتب سواء كانت المستعملة أو الكتب النادرة فخلينا نحكي شوي عن فكرة المشروع كيف نشأت أنتوا مجموعة من المهتمين يعني قمتوا على هذا المشروع يعني المبادرة هي انطلقت من الصديق والشريك في هذا المشروع اللي هو الأستاذ حسين ياسين مجيلة تحية طبعا نعم وحسين يعني كاني أعمل بالكتب منذ سنوات وأنا عاشق للكتب بصفتي يعني أعمل أو أشتغل يعني بالكتابة ففي الفترة الأخيرة أثار انتباهنا المجموعات القرائية التي تنتشر عن طريق الصفحات التفاعلية في الفيسبوك وتويتر فأسس يعني فأطلق فكرة الأسبكية التي تحاكي كما قلت في البداية تحاكي سور الأسبكية القديم الذي تباع عليه الكتب القديمة والنادرة وزهيدة الثمن هذا جانب كتير مهم وأنا برفض فكرة كتب رخيصة حتى لا يعني معلش حرام حرام إلساط فكرة الرخص بالكتاب 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 صح زهيدة الثمن نعم في المتناول من أجل أن تكون في متناول الجميع فتداولنا نقاش طويل وعريض حول مسألة كيف يمكن لنا أن نؤمن كتاب للمتلقي للقارئ للذي ينوي أو مقترع القارئ هذا التداول أنتج تطوير فكرة الأسبكية التي بدأها حسين بمجموعة من الكتب البسيطة بعدين طورناها بحيث أصبحت مشروع شبه تطوعي يعني مبادرة فيها جزء تطوعي ثقافي رسالي وجزء الثاني أنه إحنا بدنا نعمل مشروع من أجل أن يستمر في جزء تجاري طبعا أن له تأمين الكتاب عادة تدوير الكتاب المستعمل أنت تقرأ كتاباً وإحياناً لا تحتاجه أو يعني تريد أن يقرأ غيرك صح صح ففي ضوء ذلك أنه اللي عنده كتاب مستعمل ويعني استغني عنه ممكن يبيعه ممكن يتبرع فيه هذا جزء الثاني أنه إحنا من أمن الكتاب القديم من الكتاب النادر الكتاب الذي نفد من الأسواق نحاول تأمينه بإمكانياتنا البسيطة إحنا كثنين كفريق عمل مشترك نؤمنه من خلال الأسبكي للقارئ الآن الأهم من هذا كله أنه إحنا مسعانا أن نعمم فكرة القراءة أن نؤسس لمشروع وطني واسع إحنا جزء منه إحنا جزء من هذه التأسيس لمشروع وطني واسع يتجه نحو تعميم فائدة تداول الكتاب تعميم القراءة لأنه قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت صحيح المجتمعات التي تطورت في العالم المجتمعات المتقدمة الآن التي نراها ونحلم بأن نكون مثل هاي مجتمعات تقرأ الكتاب في الباص في المترو في الطائرة في استراحاتها يعني موضوع القراءة صار نضمن الثقافة اليومية لشعوب أخرى هل في كتير مشاريع تشبه يعني الأسبكي في بلدنا سواء على المستوى الرسمي خلينا نقول موضوع القراءة مثلا وزارة الثقافة عندهم مشروع شبيه فيما يتعلق بعادة تدوير المعرفة إذا ما جازت تعبير أو إعادة يعني استخدام الكتاب من يد إلى يد أخرى موجود أيضا ما الذي يميز الأسبكية عن غيرها من المشاريع خلينا نقول الأسبكية يميزها المقترحات التي تقوم بها المقترح الآن أنه إحنا عم نقوم بحملة اسمها القراءة حياة صحيح إضافة إلى عجلون سنذهب إلى عجلون وسنذهب أيضا سنذهب إلى العقبة سنذهب إلى إربط جامعة ليرموك وهذه كل موادرات شخصية يعني نحن نتقدم فيها ونسعى من أجلها يعني لا تدعونا وهذه يعني الآن أدعو المؤسسات التربوية الكبرى من جامعات ومراكز ثقافية ومؤسسات ثقافية وطنية أن تتواصل معنا وأن تمنحنا الفرصة بأن نعرض كتبنا أو نعرض الكتاب للمتلقين وأن تحدد شروطها ونحن نقبل بها يعني الشروط الموضوعية إضافة إلى ذلك إحنا نتميز بأنه نقيم حفلات توقيع للكتاب في المعرض نفسه يعني في الجامعة أردنية قمنا حفل توقيع كتاب للأستاذ إبراهيم مصر الله أنا فوجئت بأنه كتب أستاذنا وصديقنا الشاعر إبراهيم مصر الله نفدت في التوقيع خلال أقل من ساعة وكمية كبيرة وذهلت أنه يعني الذين أتوا لشراء هذا الكتاب وتداوله هم من الشباب صغير السن وفوجئت أيضا بما يعني يطلبه هؤلاء الشباب كتب نادرة وكتب يعني قيمة قيمة جدا ومتخصصة أيضا في المجال الثقافي والمعرفي هذا يدل على أنه هناك حاجة لتقديم الكتاب إلى الجيل الجديد إلى القراء وإعادة وإعادة حماسة الناس باتجاه الكتاب وتقريبهم منه وخلق حالة من التواصل بين الكتاب والقارئ وكسر الخوف والعدة والرهبة من أنه الكتاب لا يفيد لا الكتاب حالة معرفية أو صار فيه فكرة يعني أول شيء فكرة المغلوطة عن الشباب بأنه شبابنا لا يقرأ يتجه فكرة مغلوطة تماما أنه لا شبابنا مقبل على المعرفة يعني مقبل على الاستزادة من المعرفة ولكن يبدو أن هناك في قطيعة لها أسباب متعددة ما بعرف إذا يعني من خلال أسباكية ومشروعكم قدرتوا توصلوا لبعض الأسباب اللي بتخلي الشباب بعيدين عن الكتاب وإنه يعني لزمن طويل ظلت الفكرة أنه من يقرؤونهم فقط النخب المثقفين خلينا نقول قادة الرأي ما هو السبب أنه يعني هاي في هاي المسافة ما بين الشباب اللي هم شغوفين زي ما أنت حكيت وعندهم حماس تجاه الكتاب ولا يقرؤون يعني في قدة أسباب السبب الأول هو ارتفاع سعر الكتاب يعني دخلت مكتب مبارح بسأل عن أسعار الكتب فعلا الموجود فيها أسعار الكتب كأننا احنا في صيدلية أو في فندق سبع نجوم بسأل الكتب غالي جدا جدا مقارنة بالدخل الراهن للناس فبالطبع ستحدث شفوة وسيقتصر وسيقتصر مشروع القراءة لدى أي أسرة أو لدى أي شاب أو لدى أي رب أسرة على يعني على إشي محدود إذا أراد أن يقرأ كفي كتب الجامعية لحالها أصلا مكلفة يعني هذا هذا جزء الجزء الثاني هناك يعني فيش مبادرات يعني على المستوى الرسمي تذهب باتجاه مثلا تخفيف أعباء النشر ونشر نشر الكتاب الأردني الكتاب الوطني والكتاب الآخر والكتاب الإنساني الذي يحمل معرفة الإنسانية بشكل عام نشره عبر المؤسسات الجامعية ومؤسسات تربية والتعليم عنا مليون وستمائة ألف طالب في الأردن صح عنا بحدود يعني عدة ألاف من المدارس يجب أن يعلن بالمكتبة ويجب أن يكون أنا شخصيا من هون من هذا التلفزيون الأردني أتمنى أن يعلن يوم وطني للكتاب يوم وطني الكتاب هذا اليوم الوطني نجتمع فيه ونلتقي فيه على الكتاب الكتاب حالة معرفية استثنائية حضارية الدول التي يعني فيه المزارة التثقافي عنده مشروع القراءة للجميع القراءة للجميع بيعملوه مشروع لطيف وجميل لكنه حتى الآن هذا المشروع يعني أنا أشوفه بحاجة إلى تطوير أكبر تطوير يسع يسع يعني 50 عنوان كل سنة يعني أنا لا أستطيع أن أربي مكتبي أو أنا أصنع مكتبي أو أن أقيم مكتبي في منزلي بخمسين كتاب كل سنة أوكي أسعار زهيدة وبتأمني إياه أنا بدي مشروع مستمر والاهتمام أيضا أنا هاي ملاحظة الخاصة وكنت نقلتها أصلا للمسؤولين في وزارة التقافي الاهتمام بالعناوين والقيمة الكتاب نفسه يعني ما بعرف كيف أنتو بمشروع الأزباكية بتهتم يعني بتغربلوا العناوين اللي بتوصلك بصدق بالغ أنه نوعنا جيدا بالعناوين حسين ناشط ثقافي وناشط ثقافي معروف وأعتقد أنه أنا يعني بأعتقد أني أنا قارئ جيد فبعرف في مسألة الكتب نوعيته نوعيته وأسماء الكتاب وقيمهم وقيمتهم فمنست يعني أنا وياه نتعاون على أنه نغربل ونوجه القارئ بتجاه كتب ذات صيغ معرفية تنورية إشراقية متحضرة تدعو إلى تعميم يعني تعميم القيم قيم الحرية قيم التسامع قيم الخير في المجتمع بعيدة عن التعصب الكتب يعني نحن مثلا بش رصيف نبيع الكتب التجارية بزبط أو الرهيسة يعني بش أبراج بش أبراج بزبط نحن حابين نعرف إذا في مقر دائم للأزباكية وتحاول تلاقوا مثلا فضاء لكم خاص فيكم ولا يعني بمرحلة لسه التنقل من مكان إلى آخر بصدق مبادرة ونحن يعني الآن إن شاء الله سنذهب بتجاهنا ونحولها إلى مؤسسة ونتمنى أن لا تكون مؤسسة رسمية أو تجارية نتمنى أن تكون مؤسسة وطنية لكل مواطن في هذا البلد من أجل أن يعني نرتقي معا بوعي الناس يعني إحنا هدفنا بصدق أنه نحقق فائدة لمجتمعنا نكون كمثقفين قريبين منهم ننزل إلهم ننزل للشارع وأنا أبتعد عن فكرة النخبة أنا ضد فكرة النخبة أنا مع الاندغام تعميم تعميم الثقافة على الجميع ليست حكرا على فئة معينة يعني وهذا اللي صار رائج مؤخرا حتى الأمسيات الشعرية حتى الأمسيات توقيع الكتب مش بالضرورة دائما تنحصر فقط بالنخب يعني ثقافية تقليدية هي مفتوحة للجميع لكافة الأعمار كافة الفئات الاجتماعية الآن بتجربة الجامعة الأردنية هل حمستكم لإعادة التجربة في جامعات أخرى أين وين حيكون الهدف القادم يعني بتفكيرها نحن نطلع أنه الجامعة الخاصة الجامعة الرسمية أنه تعاون معنا في أنه نقيم معارض وأنه هي يعني يعني كمان تبادر بأنه تدفع الطلاب باتجاه أنه يعني يذهبوا إلى القراءة خطتنا القادمة أنه نعمل معارضنا في الشوارع وندفع مشاريع الثقافة في فترة في الويب في ساحات الأمان وتعمان ساحات البلديات وندعو الكتاب ليلتقوا بقراءهم بتصير تظاهر ثقافية يعني أيها احتفالي هذا احتفالي آه وفي أنه مشاريع يعني نطلع أنه نعمل إحنا يعني نبادر بإصدار مختارات صغيرة ونوزعها ونوزعها في البساط على استندات يعني في مجال المقترح ونشوف يعني إحنا إلى أين سنذهب بس هذه المشاريع ثبتناها على أجندة ضمن فكرة بتنطلقوا منها وإنتم معطينا عنوان جميل القراءة حياة هي بالفعل حياة هي معرفة هي ارتقاء ومنتمنى إن شاء الله لمشروع الأسبكية أن يكون يعني يؤتي وكله كما تودون يعني عن عجلون مدينة الثقافة الأردنية تقرير زميلتنا ماجد المعايطة فيما يلي منتابعون إحنا وإياكم ترجمة نانسي قنقر